اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه هدية الطفل الجميلة في المنام او طفل جميل شخص بيعطيني طفل في المنام وانا شخص بمر في الحقيقة بكرب هذه الرؤية تبشرني بالفرج تنظيف القمامة سواء بقى في المنزل او غري المنزل انا شفت ان انا بنظف قمامة مكان زبالة مكان قمامة انا بنظفه بقوم بتنظيفه هذه الرؤية تبشرني بالفرج باذن الله تبارك وتعالى من صور القرآن التي تدل على فرج والقرآن كله فرج صورة الفاتحة تحديدا للشخص المكروب فرج قادم اليه وفرج قريب كمان باذن الله تبارك وتعالى قضية غسل الشعر انا بغسل رأسي هذه الرؤية تبشرني بالفرج لان الكرب بيصيب الرأس بالهموم وقسرة التفكير وقاعد مع نفسك مهموم والكرب بيبان على وشك كمان فانت لما تخسر رأسك في المنام الرؤية تبشرك بالفرج باذن الله تبارك وتعالى قضية الميت يتوضأ او يصلي او ان الميت يقوم باي عبادة بغض النظر الميت معلوم او مجهول هنا الشخص المكروب اللي بيعاني من كرب في الحياة هو ضيق هذه الرؤية تبشره بالفرج ان شاء الله تبارك وتعالى تبخدوا بقى الرؤية اليادي بتعتبر يعني من الرؤى المخفة جدا للنساء الصياح الشديد للمرأة في المنام المرأة في المنام بتسرخ يكون انها تشوف كده بسرخ وانا اساسا في الحقيقة بتقعد تربط بقى هي قاعدة تربط ما بين الحقيقة كرب وكمان بشوف في المنام ان انا بسرخ وا 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 يبقى كده المصيبة هتكبر كده ما فيش لا بالعكس ده فرج بس بشرط صياح بدين صوت ده شرط نعملت سرخ بس صوتها مش طالع هذه الرؤية تبشر بالفرج بازن الله تبارك وتعالى المرأة المطلقة حينما ترى ان هناك طفل يسقط من على سطح المنزل رؤية تبشروا بالفرج خلي بالكوا قضية الفرج فيها رؤى كتير مشهورة انا بعيد عنها انا بذكر الرؤى اللي محدش بيتكلم علها ببحث عن رؤى الظاهر بتاعها ان هي تدل على شيء اخر غير الفرج لان الفرج قضاء الحاجة والتبول اعزاكم الله يعني كل ده بيدل على الفرج لكن خليني اتكلم في عاجات تانية رؤية المحامي وهو يدافع عنك في المنام رؤية جميلة جدا تدل على الفرج تضرون في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته